موسيقى بالرغم من اتفاق وقف اطلاق النار قصف لطائرات الاسد على مناطق في الغوطة الشرقية موسيقى بعد تحرير الموصل القوات العراقية تواصلوا تطهير المناطق والاسواق الشعبية من بقايا داعش موسيقى معركة مراوي تدخل شهرها الثالث في حرب الفلبين ضد داعش موسيقى السلام عليكم و اهلا بكم مشاهدين الى نشرة اخبار اليوم في خرقها الهدنة التي اعلن عنها السبت باتفاق دولي مع الجبهة الجنوبية شنت طائرات الاسد الحربية اربع غارات جوية على بلدة عينترما و غارتين على مدينة دوما في ريف دمشق كما اعترف اعلام الاسد باستهداف الغوطة الشرقية بعدة غارات جوية و قذائف المدفعية الثقيلة والصواريخ بالرغم من دخول وقف الاعمال القتالية يومها الثاني تتواصل خروقات الاسد لتقطع هدوء الشرق دمشق وغوطتها الشرقية حيث سجل المرصد السوري لحقوق الانسان استهدف قوات الاسد بقذيفة لمنطقة في اطراف مدينة حرستة ما تسبب باضرار مادية دون ورود معلومات عن خسائر بشرية فيما كان المرصد السوري قد سجل خروقات منذ ظهر السبت تمثلت بتنفيذ الطائرات الحربية ست غارات على بلدة عينترما و غارتين على مدينة دوما واطرافها النظام السوري اعلن عن وقف الاعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية دون ان يسميها السبت كما قالت وزارة الدفاع الروسية انها حددت اليات وخطوط اتفاق تخفيف التصايد في المنطقة نفسها بوساطة مصرية وزارة الدفاع الروسية من جهتها اعلنت ان هدنة غوطة دمشق لا تشمل فصيل فيلق الرحمن المقرب من جبهة النصرى على الرغم من تأييده لها كما لا تشمل الهدنة حيا جوبر في حين تحدثت انباء عن احتمال نشر قوات عربية الى جانب الشرطة الروسية للفصل بين قوات النظام والمعارضة المعتدلة تيار الغد السوري الذي يرأسه احمد الجربة قال ان الشرطة العسكرية الروسية ستشكل القوات المراقبة لاتفاق تخفيف التصايد على مداخل منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق جنوبي سوريا واضف التيار الذي قال ان رئيسه توسط المفاوضات في بيان نشره على موقعه الرسمي ليلة السبت الاحد ان الاتفاق يشمل عدم دخول قوات الاسد او خلفائها الى مدن وبلدات الغوطة الشرقية وايقاف القتال بشكل كامل من جميع الاطراف ويشمل الاتفاق بحسب التيار فتح معبر مخيم الوافدين القريب من مدينة دومة ليكون معبرا للمساعدات الانسانية والبضائع التجارية وتنقل المدنيين بشكل طبيعي وتأتي هدنة الغوطة الشرقية بعد اسابيع من اعلان هدنة مشابهة في محافظات درعا والقنيترا والسويداء ضمن اتفاق امريكي روسي اردني رجحت الاخيرة انطلاق آلياته قريبا فيما من المتوقع فرض هدنة مماثلة في مناطق في مدينة حمص قال قاسم الخطيب عضو الامانة العامة لتيار الغد السوري وممثل منصة القاهرة ان نظام الاسد لا يريد وقفا لاطلاق النار في سوريا ويسعى لمزيد من القتل وذلك خوفا من الاقتراب من الحل السياسي واضاف الخطيب ان المعارضة السورية ستبقى ملتزمة بالهدنة مؤكدا انها ستتواصل مع الحكومة المصرية ووزارة الدفاع الروسية لتقديم اعتراض على خرق قوات الاسد للهدنة كما جاء في التقرير اليوم ليس غريبا علينا وليس بعيد عن تصرفات النظام انه يخرق وقف اطلاق النار وهذا ما يعمل به دائما النظام لا يريد وقف لاطلاق النار لانه نحن نعرف جيدا عندما يخف التصعيد ويخف وقف اطلاق النار وتكون هنا قوات لحماية المدنيين بالتأكيد نقترب كمعارضة سوريا من الحل السياسي وهذا ما لا يرضاه النظام بالمطلق يريد دائما تصعيد يريد مزيد من القتل لكي يبقى هذا النظام وازلامه على رأس السلطة طبعا المعارضة ما زالت ملتزمة وستبقى ايضا ملتزمة لعدة اسباب ومنها السبب الرئيسي انه تم توقيع هذا الاتفاق مع الحكومة المصرية او بضمانات من الحكومة المصرية وعلى ارض جمهورية مصر العربية بوجود وزارة الدفاع الروسية كما شارك تيار الغد السوري فريق عمل منه برئاسة السيد احمد الجربة وحضر ايضا ممثلين عن المعارضة السورية المسلحة وممثلين سياسيين وعسكريين وتم التوقيع على هذا الاتفاق وهم للان ما زالوا ملتزمين لاننا شاركنا في هذا الاتفاق كمعارضة سورية وكتيار غد سوري نحن نسعى الى حل سياسي انما اليوم ممكن سنتواصل مع الحكومة المصرية التي رعت هذا الاتفاق على اراضيها وسنتواصل ايضا مع وزارة الدفاع الروسية لتقديم اعتراض على هذا النظام الذي خرق واطلق نار شنت الطائرات الحربية الروسية اكثر من ستين ضربة جوية على قرى وبلدات في ريف الرقة الشرقي مخلفة قتلى وجرحة وقالت مصادر محلية في ريف الرقة الشرقي ان الطائرات الروسية استخدمت القنابل العنقودية في هجومها على بلدة زور شمر ومعدان ومخيم نازحين في زور شمر وسقط خلالها سبعة قتلى واربعة وعشرون جريحا نغلبهم من النساء والاطفال كما دمر الطيران الروسي مبنى المؤسسة الاستهلاكية في بلدة الغانم العلي في ريف الرقة الشرقي وصلت المواجهات التي بدأت في ادلب قبل ثلاثة ايام بين هيئة تحرير الشام النصرى سابقا وجماعة احرار الشام وصلت الى ريف حلب الغربي حيث استولت النصرى على مدينة دارة عزة وقامت بمهاجمة مجموعة من النقاط الاستراتيجية التابعة لفصائل المعارضة السورية وفي الاتارب استجاب الاهالي لنداءات اذاعها المجلس المحلي للنزول الى الساحات والوقوف بوجه النصرى التي ارسلت رتلا لدخول المدينة فخرج ميات المدنيين رافعين علم الثورة السورية منددين بممارسات افراد النصرى الشعب يريد ادارة مدنية الشعب يريد ادارة مدنية عقد في مدينة عين عيسى بريف الرقة اجتماع بين نائب قائد قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش روبرت جونز واعضاء من مجلس مدينة الرقة المدني لبحث خطة عمل المجلس والعوائق التي تواجهه واشار جونز الى جدية التحالف الدولي في مد يد العون المجلس الذي سيعمل على خطة لاعادة الحياة الى الرقة عقب تحريرها اهلا بكم من جديد تواصل القوات العراقية المشتركة تطهير المناطق والاسواق الشعبية من بقايا داعش ومتفجراته في مدينة الموصل القديمة التي تحررت بالكامل من احتلاله تمهيدا لدخول فرق الدفاع المدني التي تسعى لاخراج جثث قتل التنظيم الارهابي من تحت انقاض المباني التي تدمرت بفعل استخدامه المدنيين كدروع بشرية خلال المواجهات المسلحة مراسل اخبار الان وسام يوسف كان هناك وعاد بهذا التقرير لا زالت القوات العراقية مستمرة في تطهير وتفتيش المناطق والاسواق في الموصل القديمة حتى بعد اعلان النصر الكامل في مدينة الموصل حيث يتم تهيئة هذه المناطق تحضيرا لعودة الاهالي اليها دون اي مخاطر مستقبلية باب السراء السوق الرئيسي في منطقة في الجانب الايمن من الموصل وبعد ان تم تحرير حاليا اخوانكم في اللواء 11 فرق الخامسة اللواء الثالث شرطة تحادية الفوج الثالث شرطة تحادية حاليا طهرون منطقة باب السراء وهي تقريبا اليوم الرابع احنا بالتفتيش الدقيق لكل مكان في هذه المنطقة تم العثور على العديد من البنايات المفخخة هذا السوق يسمى باب السراء وهو من الاسواق التراثية في المدينة حيث يعود تاريخ انشائه الى الاشرينات من القرن الماضي حيث كان يشكل احد الاوجه التراثية والسياحية للمدينة قبل ان يدمره تنظيم داعش مقاتل داعش استغلوا الازقة الضيقة للسوق في اخفاء اسلحتهم داخل المحلات اضافة الى ان القوات العراقية اثرت على عدد كبير من المحلات كانت تنظيم داعش قد فخخها بواسطة عبوات ناسفة تحاول القوات تفكيكها بعد انتهاء العمليات العسكرية بدأت الصفحة الثانية هي تطهير منطقة خصوص هذه المنطقة منطقة سوق السراء خلال تفتيش سوق السراء تم العثور على القنابر المئة وعشرين لامامكم بالاضافة الى اطلاقات البي كي سي كل هذه الاسلحة الحمد لله تمكنت قطعاتنا من دحرة والتحرير كافة مناطق الموصل الدمار كبير هنا في منطقتين باب الطوب وباب السراء ضمن الموصل القديمة والقوات الامنية تحاول التفتيش اسفل الانقاط عن مخلفات الاسلحة والصواريخ التي تركها مقاتل التنظيم قبل ان تعلن القوات العراقية هزيمة داعش في هذه المدينة افاد مصدر امني في محافظة كاركوك بان داعش اصدر حكما باعدام احد ابرز قادته بتهمة التجسس في قضاء الحويجة جنوب غربي المحافظة وقال المصدر ان ما يسمى برئيس المحكمة الشرعية في التنظيم اصدر قرارا باعدام احد ابرز قادة التنظيم في الحويجة ويدعى ابو عمر الجبوري وهو مقرب من زعيم التنظيم ابو بكر البغدادي اعلنت وزارة الداخلية العراقية عن قتل واصابة ثلاثة افراد من الامن العراقي في انفجار سيارة مفخخة في منطقة الحلابسة عند مدخل مدينة الفلوجة الغربي وقال المتحدث باسم الوزارة ان شرطة الانبار القت القبض على سائق دراجة نارية تبين انها مفخخة حيث انفجرت اثناء معالجتها ما اسفر عن قتل ضابط وشرطي واصابة اخر جسر يربط شطري الموصل يعبره اهالي المدينة للانتقال من الشرق الى الغرب مع حسرة تغص قلوبهم عما خلفه تنظيم داعش الارهابي من دمار بعد طردهم من قبل الجيش العراقي التقرير التالي والتفاصيل يعبر سكان الموصل جيئة وذهابا على جسر عائم يربط شرق الموصل بغربه سعيا لبناء حياتهم من جديد بعد المعركة التي قادها الجيش العراقي لطرد تنظيم داعش الارهابي الذي عاث فسادا ودمر كل مظاهر الحياة في المدينة هيكل الجسر المؤقت المسمى جسر النصر يعد السبيل الوحيد لعبور نهر دجلة الذي يقطع الموصل الى شطرين اذ لم يبقى لاهالي المدينة الا جسر النصر السبيل الوحيد للعبور بعد ان دمرت الجسور الاخرى والتي تربط شطري الموصل بسبب المعارك التي دارت بين الجيش العراقي وتنظيم داعش لطردهم من الموصل ويعبر الالاف الجسر يوميا لتفقد المنازل في الشطر الغربي المدمر وجمع المتعلقات او البحث عن مكان للإقامة بعد تحرير الموصل وعودتها الى الحكومة العراقية وكل فرد من افراد السكان لديه قصة وحكاية يرويها عن المعاناة التي مرت به في ظل احتلال تنظيم داعش للموصل على مدار ثلاث سنوات خلت الجسر الذي كان قد شيد لأغراض عسكرية يضطر أهل الموصل اليوم عبوره سيرا على الأقدام والله ماك ولا واحد حياة منتهية في جانبيني كلهم متحولين على جانب الأيسر والحياة مستقرة هنا إذ تتوقف سيارات الأجر على جانبه الشرقي على بعد أمتار حتى يفحص الجنود أوراقها في الشأن الليبي وبعد أكثر من سبعة أشهر على طرد تنظيم داعش من سرد مشكلة جثث تعود لمقاتلين من داعش تنتظر حلا وهي بداخل مبردات المدينة في مصراط الليبيا قصص المعاناة مع داعش ما زالت مستمرة حتى بعد موتهم فبين رفض أهلهم ودولهم تسلم جثثهم تبقى تفاصيل أخرى معقدة لا زالت تواجه القائمين على الأجهزة الأمنية في ليبيا أحياء كانوا أمأموات مقاتل تنظيم داعش يخلفون وراءهم قصصا من المعاناة فمنذ نحو عام ومئات الأعداد من هذه الجثث التي تعود لأفراد من داعش لا تزال تقبع هنا داخل هذه الثلجات حيث تم وضعها داخل أكياس لحفظها وبعد أن رفضت عائلاتهم تسلم جثامينهم تقدر أعدادهم الآن بالمئات ومن بينهم نساء وأطفال عام مر على انتشال هذه الجثث من بين أرض المعارك في مدينة سرد هذه الجثث تتواجد الآن بثلاجات لحفظها في إحدى المقارات الأمنية هنا في مدينة مصراتة تم التعرف على أغلبها والدول التي يتبعون لها يرفضون استلامها أو يماطلون في الرد على استلامهم مؤخرا تم تكليف فريق من إدارة مكافحة الجريمة المنظمة بالمنطقة الوسطى في ليبيا من قبل مكتب النائب العام بفرز وتصنيف هذه الجثث ومعرفة هويات أصحابها حيث من تم التعرف عليهم تعود جنسياتهم لدول أفريقية وأخرى عربية يقول لنا أحد أعضاء هذا الفريق طلب منا عدم الكشف عن وجهه أو هويته لدواعا أمنية بأن مكتب النائب العام تواصل مع الدول التي لديها رعاية موجودون في انتظار رد رسمي من تلك الدولة تم تكليف الفريق إدارة الجثث بالعمل على توطيق الجثث توطيق اللي هو عبارة عن تصوير الجثث فتح ملف أمني ملف ومحضر فني لكل جثثة بالكامل كل جثثة موطق بالصور موطق بالمبارسات الموجودة معها موطق بالأدلة جثثت فيها بعض فيها نساء جاوز عدل العشرين فيها أطفال بتفايد العمار فيها حتى أجنة الواضح أنها من خلال عمليات الجهود الأجنة تم العطور عليها في تلاجات مستشفى بن سينة بالأجنة هي عبارة عن كانت متحللة وموجودة في كيس أسود في التلاجة في أطفال يتفايد عمارا فيه الموليد فيه الليسانة فيه يوصل الأطفال للعمر ممكن 12 عام قصص المعاناة مع داعش ما زالت مستمرة فبين رفض عائلاتهم ودولهم تسلم هؤلاء المقاتلين تتكدس تلك الجثث وتبقى تفاصيل أخرى معقدة لا زالت تواجه القائمين على الأجنسة الأمنية والذين يجدون صعوبة في إقفال هذا الملف لأخبار الآن محمد عقوب مصراتة تتأهب ولاية هوايا الأمريكية لاحتمال وقوع ضربة صاروخية باليستية مصدرها كوريا الشمالية لتصبح بذلك أول ولاية في الولايات المتحدة تختم على مثل هذه الخطوة وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن وكالة إدارة الطوارئ في ولاية هواي أعلنت إطلاق حملة توعوية حول ما يجب فعله في تلك الحالة وأعلن نائب رئيس أركان الجيوش الأمريكية أن كوريا الشمالية لديها بوضوح القدرة على ضرب الولايات المتحدة بصاروخ باليستي عابر للقارات لكن من دون أن تتمكن بعد من إصابة أهداف دقيقة وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية انقضى شهران منذ شن متشددون هجوما على واحدة من أكبر المدن في جنوب الفلبين ومزالت الاشتباكات مستمرة حتى الآن ويواجه الجيش مصاعب في القضاء على المقاتلين الموالين لداعش بعد اجتياحهم مدينة ماراوي يوم الثالث والعشرين من مايو أيار الماضي واحتلوا بعض أحيائها رغم الهجمات البرية المتواصلة التي يشنها مئات الجنود قتل أربعة وعشرون شخصا على الأقل وأصيب 42 آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة في أحد أحياء كابل صباحا وفق حصيلة لوزارة الداخلية وصرح المتحدث باسم الوزارة نجيب بادانيش أن الانفجار حصل عندما اندفعت سيارة مفخخة نحو حافلة تنقل موظفين من وزارة المناجم قتل أفراد من جماعة طالبان أو قتل أفراد من طالبان عشرات الأطباء والمرضى في مستشفى في أعقاب السيطرة على بلدة تايوارا في ولاية جور في أفغانستان وفقا لما أكده مصدر في الشرطة الأفغانية وسيطرت طالبان على هذه البلدة بعد أسبوع من المعارك مع قوات الأمن الأفغانية وبدأ مسلح طالبان ما يسمى بهجومهم الرابعي في الثامن والعشرين من أبريل نيسان الماضي لأول مرة ضد أهداف سياسية بجانب تلك العسكرية مثل إنشاء مؤسسات وأجهزة دعاية في مناطق تواجدهم أهلا بكم من جديد نتوقف مع جولة الصحافة نبدأ من صحيفة الرأي الكويتية التي عنونت ركوب الدراجة الهوائية يحمي خلايا الدماغ فقد توصلت دراسة ألمانية أشيت مؤخرا على ستين شخص من محبي ممارسة ركوب الدراجات الهوائية أن ممارسة هذه الرياضة بانتظام لا تقي من الضعف الإدراكي وخرف الشيخوخة فحسب بل تحمي أيضا خلايا الدماغ العصبية من التلف صحيفة اليوم السابع عنونت عدم التدخين والحفاظ على الوزن الصحي يضيف 12 سنة لحياتك فقد كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون ألمان أن الحفاظ على وزن صحي والامتناع عن التدخين يمكن أن يضيف ما يصل إلى 12 عاما لحياتك ووفقا لموقع صحيفة ديلي ميل البريطانية فقد وجد الباحثون أن النساء اللواتي يتبعن نمط حياة صحي يمكن أن يزيد عمرهن أكثر من 10 سنوات ويمكن للرجل أن يمدد حياته بمقدار 11 عاما ومن النهار اللبنانية الجزر ليس كافيا أطعمة أخرى لتقوية النظر فيعتبر الجزر من أشهر الخضروات المعروفة بفوائدها للحفاظ على صحة العين ولكن لا يقتصر الأمر حول الجزر فهناك عدد كبير من الأطعمة التي لها فوائد للنظر ولها أيضا دور في حماية العين من الأمراض صفار البيض يدخل ضمن الأطعمة التي تحافظ على النظر لاحتوائه على اللوتين والزنك الذين يعملان على تقليل خطر الضمور ومن صحيفة القبس الكويتية الأنشطة الفنية تحد من دخول المستشفيات فقد ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لها أن الأنشطة الفنية التي يصفها الأطباء لبعض المرضى تؤدي إلى تراجع كبير في دخول المستشفيات وتوفر أموال الخدمات الصحية وأظهر التقرير الذي تم نشره بعد عامين من جمع الأدلة ويتضمن مئات المقابلات وعشرات الدراسات مدى قوة الفنون في تعزيز الصحة والرفاهية إذ أن جميع الفنون يمكن أن تبقي الناس على ما يرام وتساعد على الشفاء من المرض والعيش لفترة أطول صحيفة الغد الأردنية لسانك مؤشر على الإصابة بسرطان الدم فقد قالت دراسات حديثة أن اللسان يرتبط بالمخ وأعضاء الجسم الأخرى عبر مسارات عصبية لذا فإن وجود مشكلة صحية بالجسم قد تظهر على اللسان وبالتالي تعكس الحالة الصحية للشخص وقد يشير اللون الأسود الدائم لللسان إلى الإصابة بسرطان الدم وإذا كانت الطبقة على اللسان تظهر باللون الأصفر بشكل دائم فقد يشير ذلك إلى وجود مشكلة في الحوصلة الصفروية الكبدية أشادت منظمة الصحة العالمية بالزياد الكبير لسياسات مكافحة التبغ خلال السنوات العشر الأخيرة منددة في الوقت عينه بالدور السلبي لشركات التبغ في التصدي لآفة التدخين التي تودي بحيات أكثر من سبعة ملايين شخص سنويا التقرير التالي والتفاصيل بعد سنوات من اتخاذ دول عدة إجراءات للحد من التدخين ها هي السياسات تؤتي ثمارها فبحسب منظمة الصحة العالمية أنقذ هذا النوع من الإجراءات حالية ملايين الأشخاص من الوفاة المبكرة وتشجع المنظمة من خلال برنامج إمباور الذي أطلقته في العام 2008 الحكومات على التدخل لمكافحة التدخين ويستفيد أربعة مليارات وسبعمائة مليون شخص من إجراء واحد على الأقل يحض من التدخين أو الترويج له أي بارتفاع أربعة أضعف عن العام 2007 ومن هذه الإجراءات مراقبة استهلاك التبغ واعتماد سياسات وقائية وحماية غير المدخنين من دخان استجائر والتحذير من مضر التدخين ورفع الضرائب على التبغ والتحذيرات المطبوعة على علب استجائر بالإضافة إلى منع إعلانات التبغ في الأماكن العامة وإقامة مساحات يحضر التدخين فيها ويمثل ذلك تحسنا كبيرا عما كان عليه الحال قبل عشر سنوات حين كانت ربع دول العالم فقط تعتمد مثل هذه الحزن من الإجراءات لكن رغم ذلك ينبغي على الحكومات بذل المزيد في هذا المجال ورصد أموال أكبر وجعل مكافحة التدخين من أولوياتها الوطنية بحسب الصحة العالمية وتقول المنظمة أن التدخين مسؤول عن أكثر من 80% من الوفيات المبكرة في الدول الفقيرة وذات المداخل المتوسطة حول العالم حيث يحصد التدخين أرواح 40 مليون شخص سنويا قدمت مصممة هولندية مشروعا ثوريا لتحويل النباتات إلى بطاريات تعتمد على المياه والتربة لإنتاج الطاقة الكهربائية اللازمة لإنارة المصابيح المشروع يحمل اسم Living Light وتعتمد فكرة عمله على إنتاج النباتات للطاقة الكهربائية بواسطة البكتيريا الموجودة في داخل التربة فخلال عملية التمثيل الضوئي تنتج النباتات مركبات عضوية في التربة هذه المركبات تجعل البكتيريا قادرة على توليد الإلكترونات والبروتونات والتي تستخدم في البطاريات التقليدية لإنتاج الطاقة الكهربائية ابتكرت شركة في تشيلي جهازا يمكنه استخلاص المياه من الهواء قد يساعد في توفير المياه النظيفة للمناطق التي يصعب توصيل المياه النظيفة إليها ويعاني ثلثا سكان العالم حاليا من نقص المياه النظيفة ولكن تقدر كمية المياه الموجودة في الهواء من حولنا بحوالي 13 ألف تريليون لتر يستطيع مستخدمو الإنترنت مساعدة الخبراء في تتبع الأمراض وفقا لما أظهره بحث جديد أجراه فريق من جامعة هارفارد والذي تمكن من التتبع بسرعة وبدقة مدى انتشار حماء الضنك في الدول النامية لاستخدام معادلة حسابية تدمج بين بيانات محرك بحث جوجل والبيانات الصحية الحكومية وتتضمن أعراض المرض المشابه للإنفلونزا الصداع والألم في العضلات والغثيان ويقدر معدل الإصابة به بحوالي 390 مليون عدوى سنويا قبل الختام تذكير بأبرز العنوي بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار قصف لطائرات الأسد على مناطق في الغوطة الشرقية بعد تحرير الموصل القوات العراقية تواصل تطهير المناطق والأسواق الشعبية من بقايا داعش معركة ماراوي تدخل شهرها الثالث في حرب الفلبين ضد داعش وصلنا للختام للمزيد يمكنكم دائما مشاهدين متابعتنا على موقعنا الإلكتروني ويمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في الموقع ذاته ألقاكم بعد قليل بموجز لآخر وأهم الأنباء ابقوا معنا اشتركوا في القناة